ترجمة نانسي قنقر وقدرتها على المساهم الرائد والمستدامة في دعم المسيرة التنموية الشاملة لجلالته وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما يعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة مهمة تسلط من خلالها مملكة البحرين الضوء على المبادرات والخطط والبرامج النوعية للمجلس الأعلى للمرأة التي تأتي بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم من خلال مساهمة المجلس في تعزيز المسيرة التاريخية لتميز وعطاء المرأة البحرينية والمكتسبات التي حققتها على مدى أكثر من عقدين من الزمان وتشكيله على ما فارق في مجال العمل النسائي في مملكة البحرين إثر ما ناله المجلس من صلاحيات وما يتولى من مسؤوليات وفقا لاختصاصاته لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين وما يبدله المجلس لتعزيز مشاركتها في مسيرة البناء والتطور والذي أسهم في أن تكون المرأة البحرينية أنموذجا للعطاء المستمر وشريكا فاعلا على كافة الصعود